في عملية أمنية مشتركة هي السادسة من نوعها بين قوات وزارتي الدفاع الاتحادية وشؤون البيشمارغة الكردية نفذت في ريف محافظة ديالا ومناطق إدارة جرميان وقد أسفرت عن تضييق الخناق على عناصر تنظيم داعش خاصة في الفواصل الجغرافية بما يؤكد التنسيق العالي بين الجانبين وفق قيادات في قوات البيشمارغة حاليا يوجد تنسيق كامل بين البيشمارغة والجيش على مستوى وزارتي الدفاع والبيشمارغة وقبل أيام تم تنفيذ عملية أمنية مشتركة في مناطق جرميان ومناطق محافظة ديالا وهذه العمليات ستستمر لمطاردة مسلح داعش وبالنسبة لمحافظة كاركو فتم إنهاء الفراغات الجغرافية بيننا ولا مجال لاستغلالها من قبل داعش باستثناء محور جنوبي كاركوك والذي يحتاج إلى اتفاق جديد لملئه من جانب آخر كانت وزارة البيشمارغة قد أطلقت قبل نحو عام عملية إصلاحية لتوحيد ما يعرف بقوات السبعين التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وقوات الثمانين التابعة للديمقراطي الكردستاني وتنظيمهما تحت مظلة قوات وزارة البيشمارغة بدعم وإشراف من التحالف الدولي وقد أثمرت الجهود عن توحيد وتجهيز أربعة عشر لواء عسكرية في حال توحيدها قدرات من الناحية اللوجستية من الناحية العسكرية من الناحية التنظيمية لأن العملية تجري بدعم من قوات التحالف الدولي هذه العملية ستجعل من قوات البيشمارغة قوات أكثر حداثة أكثر عصرية تستطيع أن تطور من مهمتها في حماية أمن إقليم كردستان وأمن العراق بشكل عام رسمياً توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بتشكيل لواءين مشتركين من الجيش والبيشمارغة يتم نشر وحداتهما في الفراغات الأمنية في المناطق ذات الاهتمام المشترك لمواجهة مخاطر الإرهاب ولحين اكتمالهما تنفذ وزارتاء الدفاع والبيشمارغة عمليات أمنية في تلك المناطق أيو برضاء الحرة أربيل اشتركوا في القناة